أن الله عز وجل يقول فيهم لا يستوي منكم وهو يخاطب هؤلاء الأصحاب لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى كلاً من هؤلاء وعدهم الله الحسنى وعدهم الرحم والرضوان وحينما نقول ذلك يأتي مريض يتصور أننا نقول الصحابة ليس فيهم مخطئ وكلهم معصومون هذا لم نقوله عقيدة أهل السنة والجماعة أن خير الناس على وجه الأرض وباطنها بعد الأنبياء هم الصحابة ولكن لا نقول بعصمتهم بشر يخطئون ويصيبون العصمة العصمة بالوحي للأنبياء فقط لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه عقيدتنا فلا نقول بعصمة أحد منهم ولكن لا نسقطهم عشرين عام والبلاد تغرق بالفساد والفوضى والحاجة والفاقة وانقطاع الكهرباء وضعف الإدارة والرجوع الأمية التي غادرها العراق في القرن الماضي وانتشار الجرائم وانتشار المخدرات عشرون عاما والوضع الصحي إن أصبح العراقي لا يأمن إذا أراد أن يجري عملية إلا أن يسافر عشرون عاما والوضع التعليمي من سيء إلى أسوأ عشرون عاما والخدمات أثقلت المواطن عشرون عاما من الفشل المتراكم والفساد عشرون عاما من السمع الخائبة لهذا البلد المظلوم بحكم هؤلاء ثم يأتي أحدهم أو أكثر من واحد ليجهر بأذية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشل فاسد سيء الأدب لم يستطع أن يكسب جبهورا بخدمات يأتي يتطاول على من ذكرهم الله في كتابه مهازل والله مهازل بدل أن يتنافس هؤلاء في خدمة الناس ورفعة البلد والخدمات يعودون إلى أنتا الذي يجمعون به بعض المغفلين لم يستطيعوا جمع الناس بخدمات ولا نجاح أبداً يريدون تجميع الناس مرة أخرى حول القضية الطائفية وهذا دليل الفشل الذريع فشل بعد فشل والآخر يريد أن يعيد القضايا الخاصة نحن نؤمن أن علي رضي الله عنه من سادات الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب أن نحتفظ بخصوصية تريد عيداً هناك محافظات تؤمن بهذا فلتكن مثل ما يحدث الآن بعض المحافظات تأخذ عطلة في بعض المناسبات أما أن أفرض هوية الخاصة على الجميع وأهدد بالسلم المجتمعي فهذا مرفوض نحن نقدس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي ونقدرهم والتقديس للأنبياء نقدرهم ونجلهم ولكن بدل أن نأمل أن نغادر الهوية الطائفية تعيدوننا إلى المناسبات الخاصة نعم نحن نعتقد أيضاً أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا تلجؤوننا إلى أن نطالب أيضاً بأن يكون يوم تولية الفاروق يوم وطني وهذا هويتنا يوم تولية الخليفة الأول سيد الخلق بعد سيد الخلق محمد سيدنا أبي بكر الصديق هذا عيد أيضاً ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ هل هذا يرضي العقلاء؟ هل هذا يرضي رجال الدولة؟ هل هذه دولة تبنى بهذه الأفكار؟ والله أضحكتم الدنيا علينا في هذا الأسبوع ما يقرب من عشر مؤسسات إسلامية وعلمائية من خارج العراق تصدر بيانات تندد وتستغرب من هذا الخطاب في العراق قرأوا الإعلام علماء فلسطين وعلماء الشام وعلماء موريتانيا والسودان وفي تركيا ومصر يستغربون أي حال وصل إليه العراق حتى تفرض هوية طائفية معينة وحينما نقول طائفية نحن لا نقلل ولا ننسف حق الآخر بهويته ولكن لا يجوز أن نعمم ونفرض الهوية على الكل الهوية الجزئية على الكل وبمرور الوقت غابت هوية العراق هوية الوطن فسيعتز كل واحد بهويته أنا إذا رأيت المقابل يخاطبني بهذا النفس فإما أن أذوب معه وإما أن أتحصن بهويتي فسأطالب أيضا أن يكون لأعياد ومناسبات تفرض نعم تفرض سنويا في يوم خلافة الصديق ويوم خلافة الفاروق ويوم خلافة ذي النورين ويوم خلافة أبي الحسنين رضي الله عنهم هي نما موسيقى موسيقى